من جانبها قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إن منطقة شمال أفريقيا تمثل فرصة لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية وطلبت ميلوني بدرورة التعامل من شمال أفريقيا التعامل وفقى مقاربة شاملة تشمل بين معالجة الهجرة والتنمية لا ينبغي حصر النظر إلى منطقة شمال أفريقيا من عدسة الهجرة غير الشرعية منطقة شمال أفريقيا تمثل أيضا فرصة لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية فالمنطقة يمكن أن تساعد على تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة لذا علينا التعامل وفق مقاربة شاملة تجمع بين معالجة الهجرة والتنمية اشتركوا في القناة